قراءة المساء من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يحنى الفصل السابع من الآية 31 حتى الآية 53 آمن به كثير من الجمع وقالوا إذا جاء المسيح فلعله يعمل الآيات أكثر مما عمل هذا فسمع الفرسيون مهامسة الجمع بذلك في شأنه فأرسل فرسيون ورؤساء الكهنة خداما ليقبضوا عليه فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أذهب إلى الذي أرسلني وستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تستطعون أنتم أن تأتوا فقال له اليهود أين هذا مزمع أن ينطلق حتى لا نجده ألعله ينطلق إلى شتاة اليونانيين يعلم اليونانيين ما هذا الكلام الذي يقوله ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تستطعون أنتم أن تأتوا في اليوم الآخر العظيم من العيد كان واقفا يسوع في الهيكل وصاح قائلا إن عطش أحد فليأتي إلي وأشرب من آمن به فكما قال الكتاب ستجر من بطنه أنهار ماء حي إنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه إذ لم يكن الروح القدس قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن بعد قد مجد فكثورنا من الجمع لما سمعوا كلامه قالوا هذا بالحقيقة هو النبي وقال آخرون هذا هو المسيح وآخرون قالوا ألعلى المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود من بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح فحدث شقاق بين الجمع من أجله وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوا ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفرسيين فقال هؤلاء لهم لما لم تأتوا به فأجاب الخدام لم يتكلم قط إنسانا هكذا مثل هذا الإنسان فأجابهم الفرسيون لعلكم أنتم أيضا قد ضللتم هل آمن به أحد من الرؤساء أو من الفرسيين أما هؤلاء الجمع الذين لا يعرفون الناموس فهم العنون فقال لهم نيكوديبوس هذا الذي جاء إلى يسوع ليلا وهو واحد منهم ألعلى ناموسنا يدين إنسانا ما لم يسمع منه أولا ويعلم ما فعل أجابوا وقالوا له ألعلك أنت أيضا من الجليل ابحث فطر أنه لم يقم نبي من الجليل ثم انصرف كل واحد إلى بيته والتسبح لله دائما